هكذا هي مواقع التواصل الاجتماعي لا يكاد يمر يوم إلا وتكشف عن مستجدات ملف استيراد السيارات الجديدة إلا أن الواقع لا يمد لها بسرة لتكشف وزارة الصناعة عن حقيقة ملف استيراد السيارات وترفع اللبس عن الشائعات كنا قد استقبلنا اليوم 42 ملف 42 ملف لنشاط وكلاء المركبات والآليات الأشغال العمومية يعني منها 12 خاصة بآليات الأشغال العمومية والباقي هو لكل أنواع المركبات يعني نقصد بها من درجة النارية المركبات السياحية والنفعية الخفيفة الحافلات الشاحنات الجرارات الفلاحية والقاطرات والمقطورات يعني هذا كامل دخلين في هذا 30 ملف دقيق لكن هي في حدود 10 إلى 12 ملف خاصة بالمركبات السياحية والنفعية عملية دراسة الملفات ورغم ما أخذته من حيز زمني إلا أنها تعرف تقدما ليكشف عن تسليم رخصتين مؤقتتين الأولى تتعلق بكل من السيارات السياحية والنفعية والتانية بالدراجة النارية تم منح رخصة مسبقة للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة ورخصة مسبقة أخرى لدراجة النارية تسليم هذين الرخصتين من قبل وزارة الصناعة من شأنه أن يضع الكرة بمرمى المتعاملين لمباشرة التحضيرات لعملية الاستيراد هي ترجع أنا أنا أقول دائما أنه ترجع إلى مهنية المتعاملين الاقتصاديين الذين يقوم بإيداع ملفاتهم يعني ليس هناك وقت محدد لحيث لا يمكننا القول بوقت محدد استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات وارتباطها بصدور النصوص التنظيمية والتطبيقية هو الآخر آثار العديد من التساؤلات هو النص التنظيمي جاهز وكانت لنا حص اجتماع على مستوى الأمان العام للحكومة للدراسة أولية لهذا المشروع يعني ممكن أنه راح يكون اجتماع آخر على مستوى الأمان العام للحكومة ثم يتم إمضاء هذا المرسوم لينشره في الجريدة الرسمية يعني نتوقع ما راحش يطول بزاف يعني أسبوعين ثلاث أسابيع أربع أسابيع يعني الإمضاء هي من صلاحية سيد الوزير الأول لكن المرسوم تقريبا جاهز يعني راح في 95% جاهز ملف استيراد وتصنيع السيارات ملف لطالما أرهق خزينة الدولة لما شاهده من تلاعبات فهل سنشهد هذه المرة عملية استيراد وتصنيع شفافة تضمن لكل حق حقه من الدولة إلى المتعامل وصولا للمستهل ترجمة نانسي قنقر